موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من قناة الضفرة ونقدم لكم نشاط الأخبار أما البداية مع أبرز العنوين محمد بن راشد يطلق منصة الإمارات للمختبرات العلمية محمد بن زايد يستقبل قائد الجيش الباكستاني حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدا من علماء الآثار والمسؤولين في متحف القصر الامبراطوري الصيني موسيقى مرحبا مجددا أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راهلا أن دولة الإمارات تقدم نموذج رائد عالميا في الاستثمار الأمثل في التلقات البشرية وتوفير البيئة العلمية والبنية التحتية البحثية التي تمكن العقول من ابتكار الحلول الاستباقية لكبرى التحديات وقال سمو نطلق اليوم منصة الإمارات للمختبرات العلمية التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة لتمكين الباحثين والعلماء من الوصول إلى أحدث أجهزة المختبرات العملية وخلق بيئة للعلماء لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة النتائج العلمية ونحن عبر هذه المبادرة نعلن اليوم عن تحويل الدولة إلى مختبر علمي مفتوح وأمانارة للعلوم المتقدمة وتطبيقتها وبيئة علمية للإبداع في صناعة مستقبل الإمارات استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال انهيان وليو عهد بوظابي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الرئاسة الفريق أول قمر جاويد باجو قائد الجيش الباكستاني الذي يزور البلاد حاليا تبادل سموه والمسؤول الباكستاني التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهم المشتركة قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال انهيان ولو عهد بوظابي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس واجب العزا في شهيد الوطن سعيد محمد الهاجري الذي يستشهد خلال مشاركته في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن وعرب سموه خلال زيارته مجلس العزي في منطقة لشليل في العاصمة أبوظابي عن خالص تعازه وصادق موساته لذوي الشهيد دعين الله تعالى يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الشهداء والصديقين والأبرار استقبل صاحب السمو الشيخ السعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين بقصر سموها ليلة الماضية بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى وليعهد أم القوين جموعة المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القوين التهاني والتبركات بهذه المناسبة الإسلامية من معالي حميد بن محمد الكثامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي ومعالي الدكتور حنيف حسن علي رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور رأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صغر القاسمي وليعهد رأس الخيمة استقبال المهنئين الذين توافدوا اليوم على مجلس الضيافة في خزام لتقديم التهاني والتبركات بمناسبة شهر رمضان الفطيل فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسموه لعهد التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية حضر الاستقبالات عدد من السمو الشيخ والمسؤولين في الإمارة استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وفدا من كبار علماء الثار الصينيين الذين قدموا إلى الإمارة لاكتشاف تفاصيل الروابط التجارية التاريخية طريق الحرير بين الشرق الأوسط والمنطقة وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسمي إن إمارة رأس الخيمة تفخر بتاريخها الثري وثقافتها الممتدة على مدى آلاف السنين وإن عمل متحف رأس الخيمة مع متحف القصر الإمبراطوري العريق وجامعة دورهام على اكتشاف المزيد من الآثار سيساعدنا في تسليط الضوء على هذه الثروة التاريخية أصدر اسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليوعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 17 لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك متضمنا كل من مؤسسة التنظيم العقاري ومعهد دبي العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية وفقا للقرار يضم الهيكل ثلاثة قطاعات الرئيسة هي قطاع التسجيل والخدمات العقارية وقطاع التشجيع وإدارة الاستثمار العقاري وقطاع الدعم المؤسسي كما يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية أكد سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي واليوعاهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن إمارة عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان تسعى لتحقيق نقلة نوعية على صعيد تطوير الأداء الحكومي بتعاون كافة المؤسسات والجهة الحكومية التي تعمل وفق خطط استراتيجية مدروسة وبرؤية طموحة وواضحة أحوى مستقبل مشرق للإمارة جاء ذلك خلال اعتماد سموها الحزمة الأولى من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 والتي تضمنت 21 مؤشرا ومستهدفا استراتيجيا في ثلاث محاول رئيسة متمثلة في مكان أفضل العيش وحكومة متميزة واقتصاد أخضر قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايدال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء في الشهيد البطل سعيد محمد الهاجري الذي استشهد خلال مشاركته في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده البملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن وعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة شليل في العاصمة أبوظبي اليوم عن خالص تعازه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايدال انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع الهيري أوكيلو أوريم وزير الدولة لشؤون الخارجية الأورغاندي جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة أبوظبي بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتنامية التي تربط بين دولة الإمارات وأورغاندا تبادل الجانبان وجهة النظرات تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الأنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مساء أمس حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة جامعة نيورك أبوظبي التي ضمت 253 طالبا وطالبة من 71 دولة أعلن خلال حفل التخريج عن منح معالي دكتور أنور بن محمد قرقاش زر دولة لشؤون الخارجية جائزة القيادة العالمية من جامعة نيورك أبوظبي تقديرا لإسهاماته ودوره من أجل تحقيق عالم يسوده السلام من جانبه قال مع الدكتور أنور بن محمد قرقاش في كلمته للخريجين قال إنه مع احتفال دولة الإمارات بعام زايد ومئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان طيب الله ثرى فإن جامعة نيورك أبوظبي باتت تجسد مثالا رائعا على مدى وسرعة التقدم الذي أحرزته الدولة شاهد أسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم أمس حفلة تخريج دفعة الحادية والعشرين من طلبة الجامعة الأمريكية في دبي حضر الحفلة الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي معاني عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي المتحدث الرسمي في الحفلة وعدد من كبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين والخريجات البالغ عددهم أربعمائة طالب وطالبة قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن قرارات مجلس الوزراء الموقر برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى مئة بالمئة وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة تستهدف استقطاب الكفاءات هي خطوة ريادية بالغة الأهمية تعزز الخطى نحو تحقيق أهداف الأجندات الفطنية 2021 وتؤسس لاستكمال مسيرة التنمية المستقبلية في الدولة بالتوائم مع محددات مئوية الإمارات 2071 كما اعتبر معالي أن هذه القرارات تعكس الرؤية الحكيمة التي لطالما عهدناها لدى قيادتنا الرشيدة والتي ما زالت تقود دولة الإمارات من إنجاز إلى إنجاز أما الآن نظرة سريعة على إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملاتها لليوم في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ترجمة نانسي قنقر كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله قبل الختام إليكم العنوين محمد بن راشد يطلق منصة الإمارات للمختبرات العلمية محمد بن زايد يستقبل قائد الجيش الباكستاني حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدا من علماء الآثار والمسؤولين في متحف القصر الامبراطوري الصيني نهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة وبنلقاكم مع خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر